المئات من سكان مدينة رهط في النقب يعانون الأمرين بسبب الاكتظاظ الخانقي وكذلك عدم وجود بنى تحتية خاصة داخل الحارات القديمة ما يشكل خطرا عليهم وعلى أولادهم علما أن الكثير منهم اشتراق سائم أرض في الضواحي الجديدة ولكن سلطة توطين البدو أعادت لهم أموالهم وبالتالي أعادتهم إلى نقطة البداية يعني زي ما ورناكو الوضع مزري جدا هذا فني فشتي يعني كل مي بنغرق فشتي ولا مجاري ولا مي ولا كهرباء يعني الوضع مزري بالمرة احنا قعدنا محهم قبل يعني قعدنا محهم من قبل وقلنا لما يا جمعة الخير هذا مخيم لاجئين ولابد تجدوا لنا حل يعني تعالوا وشوفوا فقعدنا محهم مرة واتفقنا على كل شيء بعدين أجلونا قالوا لأ بدل ما تطلع من منطقة مؤقتة لمنطقة مؤقتة لأ خليك محلك وإن شاء الله بنحاول أن نحن نساعد في حل المشكلة لكن لا أنحلت ولا ساعده ولا قوطره ولا جو نعم بعد أن أرجعت لنا طبعا سلطة توطين البدو المبالغ التي قدمناها طبعا وقمنا بدفعها قبل حوالي ثلاث سنوات وجميعنا ما يقارب تسعمائة شخص زوج شاب من مدينة رهات قمنا ودفعنا المبالغ كدفعة أولى لقسام البناء في ضحية رقم ستة انتظرنا ثلاث سنوات مثلي أنا شخصيا واحد منهم وباقي الشباب انتظرنا ثلاث سنوات وفجأة سلطة توطين البدو طبعا تعلن عن إلغاء عن طريق صفحتها على الفيسبوك بأنها سترجع الأموال وألغة التسويق دون أي سبب ودون أي اعتبار ودون أي احترام بلدية رهت تقف إلى جانب السكان في حق السكن بكرامة وحتى أنها قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد سلطة التوطين وأراضي إسرائيل ودعت أن السلطات أصدرت مناقصة بعيدة عن الواقع وتجاهلت أعمال التطوير خاصة في ضحية رقم ستة حيث تطالب بأن يكون الحل لمن اشترى القسائم في ضحية رقم أحدى عشرة التي تنوي السلطات ترحيل سكان قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف إليها لم يتم التجميد في كل الضواحي أن مضاحية ستة التي تم تسويقها من قبل سلطة تطوير البدو بصورة خاطئة وكاذبة خدعت المواطنين خدعت كل الأهالي وأرجعت المصاري بعد سنتين لذلك قدمنا التماس للمحكمة العدل العليا كي نقول أن هذه السلطة تطوير البدو تكذب على رهط وكل البدو ولذلك نريد نحن كمواطنين في رهط وقيادة تسويق حل ضائقة السكان في مدينة رهط تسعمائة أسرة من الأزواج الشابة ينتظرون الفرج من خلال الالتماسين الذين قدما للمحكمة العليا لإرغام سلطة أسكان البدو على تسويق قسائم الأرض لهم وآخرون يأملون أن يتم توسعة الخارطة الهيكلية للمدينة وحل قضايا الأرض مع أصحابها من أجل العيش بكرمة وفي ظروف إنسانية